بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نتناول في هذا المقطع التعريف بتاع روبوتكس and robots وإيه الفارق ما بينه لأن معظم الناس يقول لك روبوتكس هي روبوت وروبوت هي روبوتكس لا نريد أن نوضح ما هو التعريف العلمي لكلمة روبوتكس روبوتكس فبيقولني the general definition of robotics يبقى ليها الأول general definition وبعد ذلك اللي ربين عرفوها تعريفا عرفوا دلوقتي فبيقول لي the science or technology of robots يبقى لما يقعرف روبوتكس هي عبارة عن the science or technology of robots ييقى يقول لي in Europe robotics is defined as the science of robotology يبقى في علم اسمه علم مقطع علم يعني علم فروبوتولوجي يبقى علم الروبوت يبقى the science of robotology وعنجي عرف إيه أني and robotology is defined as the means by which robots machines are put together and made to work خلاص يبقى إذن عندنا في general definition وفي التعريف إيه الروبي لكلمة روبوتكس طيب إيه روبوتكس يبقى إيه أو بتندرج عليها أو بتجتمل عليها في بول روبوتكس يبقى إيه دايورز أريا of technology إيه خد في اعتبارك كل المجالات اللي بتستعمل في روبوت فهنا في روبوت إيه الميكانيكال يبقى دايورز أريا of technology زي الميكانيكال والإلكتريكال والإلكترونيك systems والكمبيوتر hardware and computer software هذه هي العلوم اللي بتندرج تحتها أو اللي بتستعمل في الروبوت يبقى إيه تعريف للروبوتكس تعالى نشوف type of robots ما هي الأنواع المختلفة للروبوت جبنا بعضها اللي يهمنا واللي احنا هنشتغل عليه هو الindustrial robots اللي دالك إذا حضنا وضعنا أول شيء الindustrial robots ثاني حاجة الميليتري robots الميليتري robots دي اللي هي بتستخدم في الأعمال أو الأغراض العسكرية ودي ممتازة جدا انت لو انت بقيت تحفظ حياة الإنسان في الوقت اللي تضحي به بروبوت دازم يعني make sense انك تضحي بإنسان تدخله وفي حق لألغام عشان تكتشف ان كان فيه فأصبح الروبوت الآن أنا بتحكم فيه من مسافة بعيدة جدا لأن خلاص هتعمل البروغلام ويتحرك وانا بعيد عنه تماما وهو عنده السنسورز وانا معرفه ازاي يعرف ان النقطة دي فيها لغة مؤلاء يبدأ الميليتري robots اعتقد ان كلنا عارفين ازاي نشوف شركة سوني بتعمل ازاي البروموشنز بتاعتها وبتعمل ازاي فيه انواع روبوت بتاعتها اللي بتعرض كل المنتجات اللي هي بتاعت شركة سوني for example اليدوكيشن الروبوت زاي اللي موجود يعني ده اللي بي موجود في labs وبنعرف من خلاله من خلال الwork envelope اللي انت بتشتغل فيه وبتعرف في joins بتعرف تعمل ايه programming ازاي الميديكال الروبوت طبعا احنا عارفين ان شركات الادوية او المصانع بتاعت الادوية بتحتاج ان طبعا يكون عندك الانفانوم او البيئة اللي انت شغال فيها ما فيهاش اي تلوث يعني باقصى درجة ممكن بنحتاج ان البروشن ده يكون مختفي تماما فطبعا الانسان وجوده النفس وان اليد اللي بتشتغل بيها والكلام بتتعمل فاذا انا مشتغل بروبوت بيوفر علي الشغلان دي بالاضافة الى ان في المصانع بتاع الادوية والمواد اللي هي فيها الكيميكال و الكلام دي بيبقى فيها بعض المواد اللي بتبقى خطرة على الانسان اللي يتعرض لها فلذلك بنستعمل الميديكال روبوت في هذه الاغراض اخر حاجة اللي هي الدميستيك الدميستيك البرسون الروبوت دي اللي اصبحت شهيرة جدا وبتلاقيها في البيوت الان يمكن فقربة بتكون متوفرة جدا في البيوت انه بيبقى زي صديق للانسان وبيحكي معاه وبيتكلم معاه وممكن يجيب بعض الاغراض ويدي بعض الاغراض انسون دي الانواع بعض الانواع اللي هي الشهيرة في الروبوت تعال نشوف الروبوت وتعريف احنا عايزين نتعرف على النوع الاول اللي هو ان شاء الله يكون بيت القصيد للجزء ده اللي هو البرس سؤال وهو الانداستير روبوت الانداستير روبوت يول ايه فيه كذا تعريف جماعة الانداستير روبوت اشهرهم هو التعريف الياباني والتعريف الامريلي فيه تعريف بريطاني في تعريف ياباني انما اشهرهم التعريف الياباني والامريكي لذلك هنجي يقول لئين what's an industrial robot هنعرف as defined by the Japanese association الو علي an industrial robot an industrial robot is defined as an all purpose machine equipped with a memory device and a terminal and capable of rotation and of replacing and of replacing human labor by automatic performance of movement هنا التعريف الياباني ممكن انا جبت اقول تعريف لانه فيه شوية انه بيعتقد انه الانسان يستطيع او الروبوت يستطيع ان يحل محل الانسان تماما الحقيقة انه دي مش مقولة صحيحة لان الروبوت حتى في تعريف بنعرف انه unskilled operator انه عامل غير ماهر انما فيه jobs معانا زي ما هنشوف ان شاء الله في المقاطع القادمة ايه الوظائف الخطيرة اللي هو فعلا يقدر يقوم بها والانسان مقدرش يقوم به تعال نشوف ده التعريف الياباني تعال نشوف التعريف الامريكي فبيعلي انها عبارة عن الجهاز استطيع اعمله اعادة برمج لان استطيع ان استعمال روبوت في شب بعد شوية غير البرنامج استعمال في شب اخرى وبيقول البرنامج لان ممكن انقل بموف ماتيريال بار ستول وازاي بعمل كذا البرنامج برنامج موشن اخذ بالك ان هنا موشن هو كل اللي انا باخده من روبوت عشان بفاهمين النقط دي كويس ان روبوت انا ما باخدش منه غير موشن ما فيش حاجة اسمها تقول الروبوت لحام لا 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 دي كلها الاند النهاية الفاعلة بتاعة الروبوت وما لانا باخد ايه الروبوت عبرها الوركينج انفلوب لما اشتري الروبوت او في مصنع او في البرنامج يعني بتاتي بقول هاو ميني ديجري فريدم ما هي عدد درجات الطلاقة الوركينج انفلوب ايه المسافة اللي هو هيغطيها ايه الحركات اللي هو يقدر الموشن بتاعتها تكون هو ده الروبوت اما انت تستعلموا لانا ممكن تستعملوا الروبوت ولدينج وبعدا تستعملوا ممكن تستعملوا ريفتينج وممكن بكذا نكون وصلنا لانت هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المخاطر القادمة السلام عليكم ورحمة